بسه الغايب دلوقتي فيه جدل كبير جدا ما بين الزمالكوية داخل الوسط الرياضي حول طبعا فتح طبعا حساب بنكي لتبرع لنادي الزمالك بسبب الأزمة المالية وإحنا جبنا هنا مبارح الدكتور حسام المندوع علشان يوضح دوت وهو شايف من وجهة نظره ومن وجهة نظر اللجنة المسمى حسب إعلانها وهي لجنة محترمة جدا جدا بقيادة طبعا كابتن حسين لبيب رئيس النادي أو رئيس اللجنة المؤقتة لكن في اليوم التالي أنت الغايب دلوقتي برضو حجم التبرعات تسمع أنها علا مثلا زمالكوية تبرع بـ 1700 جنيه مثلا طبعا هل أنت زمالك مستني 1700 جنيه مبارح مثلا اليوم 5 مليون جنيه بشكل كامل برضو ما بتلاقيش الأمر واضح في الحساب كام أو التبرع هل هو مجدي ولا لا هل في مدة زمنية للتبرع ولا التبرع دوت مفتوح لكن في جميع الأحوال وأنا تحفظت مبارح على فتح حساب بنكي لنادي زمالك لكن في جميع الأحوال في جميع الأحوال النادي زمالك حيتأثر سلبا بفتح حساب بنكي عريض يمكن تصريحات لطرق جبريل المدير المالي اللي بنحاول نتواصل معه لنادي زمالك بيقول فيها أن ده وضع طبيعي وأن النادي الأهلي عمل كده هو ما حددش إمتى النادي الأهلي كان عمل كده ده حسب رواية الأستاذ طريق جبريل المدير المالي النادي زمالك ما حددش هو النادي الأهلي عمل إنت لكن هفترك جدلا أن النادي الأهلي عمل دوت وإن كنت أنا على المصور الشخصي يعني ما عرفش وحاولت طبعا أتأكد من المعلومة كان سنة كام كان في الستينات يعني ما فيش وقعة محددة لكن حتى لو أنت يعني حال أنت ماشي وراء النادي الأهلي حال أنت ولو أنت ماشي وراء النادي الأهلي طب أنت مش ماشي وراءه في البطولات ليه حال أنت ماشي وراءه في التبرعات ده أنا هفترك جدلا أن النادي الأهلي عمل كده حتى الآن يعني فيه تأثير سلبي تأثير سلبي وأنا بقول لك كلام للعيبة فاندية أخرى كلام للعيبة فان دي اخر لعيبة كانت بتهدف خلال الفترة اللي جاي او الموسم اللي جاي انها تكون موجودة في نات زمانك فبيكون لي تأثير سلبي فتح باب التبرعات لنات زمانك حتى وان كان ده بيتم فكرة بقى ان هم احنا في اوروبا ده بيحصل زي ما تردد خلال الساعات اللي فازت مع كل الاحترام والتأدير هو انت ما خدتش من اوروبا غير دين يعني من غرفات حباب التبرعات وازمانك بيمر بازمات مالية قبل كده في ادارات مختلفة مش عايز احصرها كمان على مرتابة منصور بس لكن وقت كمان درويش وقت عدد من الرؤساء اللي عندها السابقين لكن هي الفترة الاقرب هي فترة مرتابة منصور فاحنا دايما بنتكلم على الفترة الاخيرة كان ايضا انت زمالك بيمر بازمات مالية لكن لم يتم فتح باب التبرعات عموما خلينا نشوف هل هيكون ممكن احنا نطلع غلطانين في الاخر هل هيكون فيها جدوى هل مثلا هنلاقي انت زمالك بيجمع مية مية وخمسين مليون ميتين مليون من التبرعات ولا هنلاقي ان اسرة زمالك بيجمع بتبرع بالف وسبعمل جنيه واليوم بشكل كامل يبقى خمسة مليون جنيه خلينا نشوف يعني التجربة اللي اول مرة من وجهة نظري بتتعمل بشكل كامل ورسمي قبل كده يمكن مشار جلالي ابراهيم رئيس النادي للأسبق لما عمل مبادرة ناديك وناديك برضو ما نكحتش انا فاكر من عدة سنوات وكان هو رئيس النادي فخلينا نشوف لكن في النهاية نات زمالك فتح حساب للتبرعات ده حتى بعض اللاعبين الاجانب والكلام من خلال وكلة بدأ يسمع برا ان في بعض اللاعب الاجانب اللي الزمالك بيتفاوض معها خلال الفترة الحالية بدأوا يسألوا طب نادي بيفتح حساب تبرعات هل هيقدر على الوفاء بالتزاماته المالية خلينا نشوف برضو وما زلت اتحفظ على فتح باب تبرعات الى نادي الزمالك علشان نادي الزمالك وعلشان الازمة المالية الخاصة بنات زمالك المفاوضات مستمرة مع عشب بن شرقي النجم المغربي واللي لسه لغاية دلوقتي محددش بشكل كامل اذا كان هيوافق على تمديد تعاقده مع نادي الزمالك ولا لا طيب نادي الزمالك نادي الزمالك